من جانبها أكدت الدكتورة جميلة السلمان استشارية الأمراض المعدية والأمراض الباطنية في مجمع السلمانية الطبي أكدت أن التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية أدى إلى ارتفاع أعداد الحالات القائمة مشيرة في هذا الصدد لأهمية رفع درجة الالتزام بجميع القرارات الصادرة والإقبال على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا زيادة الحالات القائمة في مملكة البحرين بسبب كورونا فيروس طبعاً هذه كلها مثل ما اتفضلوا الزملاء كلها الأرقام تدل على أنه في هذه التبعات لعدم الالتزام بهذه الإجراءات الاحترازية اللي بدين بها مع بداية الجائحة هناك أساس وفي معلومات واضحة جداً عن فيروس كورونا هو مرض يصيب عن طريق فيروس كلنا نعرف التعامل معه وكلنا نعرف إشلون ممكن نحمي أنفسنا وعوائلنا من الإصابة به المنحة اللي أخذها انتشار فيروس لمملكة البحرين كان بسبب التراخي من قبل البعض في الاتزام بهذه الإجراءات اللي ممكن تقلل من سبب العدوى واللي هي أصول مكافحة العدوى ونقل الفيروسات لأي مرض آخر ممكن يسببه فيروس مشابه لفيروس كورونا فما في شيء يختلف في هذا الفيروس بالعكس هذا الفيروس أسرع من الفيروسات السابقة ولازم يكون احنا أشد في التعامل معه في الالتزام بالإجراءات الاحترازية وكما كررنا طبعاً سابقاً في أكثر مؤتمر صحفي إنهما نظرية الانتشار أو الانحسار طبعاً هذا القرار في أيدينا جميعاً في عيدنا في التعامل في أيدينا في التعامل مع هذا الفيروس وشلون ممكن احنا نقلل من الانتشارة بدرجة الالتزام احنا ما نقول بس هي الالتزام للإجراءات احنا نركز على نقطة درجة الالتزام كل ما التزمنا بجميع هذه المعايير وجميع هذه الإجراءات الاحترازية راح نقلل من الانتشار فعالية التطعيمات واضحة جداً إنه يقلل من سرعة الانتشار وانتقال الفيروس من شخص لشخص يقلل من العدوى يقلل من الإصابة ويقلل من الأعراض الممكن تصيب الشخص إذا صادر فيروس كورونا والوفيات في المجمل أكثر من 90% من الحالات الموجودة في مملكة البحرين من شهر يناير إلى الآن لأشخاص غير متطاعمين أكثر من 90% من اللي يدخلون العناية المركزة وحالتهم خطيرة غير متطاعمين أكثر من 90% من الوفيات لأشخاص غير متطاعمين الأرقام واضحة وهي تدل على فعالية التطعيمات جميعها الموجودة في مملكة البحرين من غير استثناء فهذه المرحلة لازم نلتزم بي أخذ التطعيمات والإقبال عليها في نفس الوقت التزام بالإجراءات الاحترازية